اهلا بكم الى نشرتنا الاقتصادية ونبدأها من دمشق حيث شهدت اسعار المواد الغذائية والخضار والفروج ارتفاعات جديدة بعد انتهاء عطلة العيد ليضاف ذلك الى معاناة السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ووفقا لمصادر وصفحة موالية فقد تجاوز سعر الكيلو الواحد من الفروج 700 ليرة وارتفع سعر اللتر الواحد من الزيوت المستوردة الى 1000 ليرة فيما وصلت اسعار معظم الخضار الى 175 ليرة سورية للكيلو الواحد فقط وفي ريف حمص الشمالي قامت منظمة الهلال الاحمر السوري بادخال قافلة مساعدات انسانية الى مدينة الحولة وذلك بعد انقطاع دام حوالي العام وبحسب مركز حمص الاعلامي فان القافلة تضمنت 15 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والادوية وبعض الخيام هذا وكان يعاني اهل الحولة اوضاعا معيشية صعبة مع انقطاع الكهرباء وارتفاع السعر المياه في ظل النقص الديزل والبنزين ويذكر ان الدفع الاولى من القافلة كانت قد دخلت المدينة منذ نحو اسبوع اصدرت غرفة عمليات جيش الفتح بيانا رسميا طلبت فيه القيادات العاملة ضمن الغرفة باعادة كافة الاليات الى المديريات والمؤسسات الخدمية في مدينة ادلب وذلك في مدة اقصها اسبوع واحد فقط وطالب البيان جميع الثوار الذين قاموا باخلاء الاليات ومعدات القطاع الخدمي والمدني من مياه وكهرباء واتصالات وصحة وبلدية طالبهم باعادتها الى اماكنها ويأتي ذلك بهدف اعادة الحياة الطبيعية الى المدينة كما كانت عليها من قبل بعد زيادة اسعار عبوات المياه المعدنية رفعت حكومة النظام الاسعار المطبقة على شرائح استخدام المياه في خطوة تعد كاجراء اولي لاسترداد الزيادة على الرواتب التي اقرها النظام والبالغة نحو السبع دولارات ويبدأ العمل بالتسعير الجديد اعتبارا من شهر ايلول الجاري وفقا لذلك يتم احتساب سعر المتر المكعب الواحد من المياه بخمسين ليرا سوريا في حال زيادة الاستهلاك عن ثمانين متر مكعب في الدورة الواحدة ويرتفع السعر الى ستين ليرا عند زيادة الاستهلاك عن مئة وعشرين متر مكعب للدورة الواحدة ايضا قال رئيس مجلس ادارة شركة سويا نفتغاز الروسية يري شابرانيك ان الشركة تخلت عن خطط للتنقيب عن النفت والغاز قبل السواحل سوريا وذلك بسبب المخاطر العالمية العالية هناك وان المشروع سيحل الى شركة الطاقة الروسية اخرى واضف شابرانيك في قمة رويترز للاستثمار والتي عقدت مؤخرا في روسيا ان مجلس الادارة قرر التوقف والامتناع عن المشاركة النشطة في المشروع البحري في المنطقة الامر الذي دفع الشركة لتجميد مشروعها البريين للنفط والغاز بالقرب من الحدود السورية مع تركيا والعراق والى اسعار الدولار في الاسواق المحلية حيث بقيت اسعار الدولار مستقرة رغم تراجعها في الاسواق العالمية امام السلة من العملات الرئيسية ففي دمشق سجل سعر الصرف الدولار مقابل ليرا سوريا 333 ليرا سوريا للمبيع فيما سجل سعر الصرفي في حلب 332 ليرا سوريا للمبيع وفي اسعار المعاد حافظ الذهب على اسعاره ثابتة في الاسواق المحلية لليوم الرابع على التوالي فسجل سعر جرامي الذهب من عيار 21 10622 ليرا حسب تدولاته في الاسواق السورية فيما وصل سعر جرامي من عيار 18 الى 9105 ليرات سوريا وفي العراق عربت مجموعة من القناة اقتصادين وخبراء النفط عن تحفظاتهم على آلية احتساب إرادة تصدير النفط الخام بسعر 45 دولار للبرميل في مسودة مشروع الموازنة لعام 2016 يأتي هذا في وقت أكد فيه خبراء أن اعتماد العراق على النفط جعله محكماً بتأثيرات إقليمية ودولية تتعلق بملف إغراق السوق العالمية بالنفط وبالتالي تحديد سعره حسب ما جاء في صحيفة الحياة وأن على بغداد التوجه نحو تفعيل الاستثمار والمشاريع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية لإيجاد البدائل المجدية بعيداً عن الاعتماد على النفط المنتج من إقليم كردستان احتشد عشرات اللبنانيين من ناشطين في حملة اسمها بدناً حاسب أمام أحد مداخل وزارة الطاقة والمياه في العاصمة بيروت وذلك احتجاجاً على فساد قطاع الكهرباء هذا وكان المحتجون قد رفعوا لافت أكتب عليها فاتورة مش فاتورتين في إشارة إلى تحمل المواطن اللبناني فاتورة مزدوجة الأولى يسددها لحساب شركة الكهرباء الوطنية والثانية لصالح أصحاب المولدات الخاصة ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ في لبنان إذ تصل معدلات التغذية الكهربائية إلى حدود ثلاث ساعة يومياً وعن الأوضاع الفلسطينية كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الفلسطينيين يزدادون فقراً للعام الثالث على التوالي وأن مستوى البطالة في البلاد تجاوز الستين بالمئة وبحسب التقرير فإن ذلك يعود إلى تراجع الدعم الذي تعهد المانحون بتقديمه في مؤتمر القاهرة في ظل القيود الإسرائيلية وتعليق تحويل الإيرادات للسلطة الفلسطينية وفي تقريرنا العالمي الدولار الأمريكي يهوي أمام العملات المرتبطة بالسلع الأولية وأسعار النفط تتراجع بعد زيادة غير متوقعة لمخزونات الخامل الأمريكي وفي موضوع آخر تجارة الخدمات في الصين تسجل عجزاً مالياً بأكثر من 135 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام هذه الأخبار وغيرها نتابعها في التقرير التالي شاهدت العملة الأمريكية تراجعاً أمام السلة من العملات الرئيسية في وقت يكتنف فيه الغموض احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بعد هبوط الأسهم في الأسواق العالمية في حين استقرت عملة كندا واستراليا المرتبطة بالسلع الأولية وتعفى الدولار الأسترالي من مستواه المتدني ليستقر قريباً من السبعة سنتات أمريكية وفي الأسواق الأسيوية تراجعت أسعار النفط في العقود الآجلة بعدما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات الخامل الأمريكية بمقدار 4 ملايين و600 ألف برميل الأسبوع الماضي وهبطت عقود الخامل الأمريكي إلى 44 دولار و80 سنتاً للبرميل فيما انخفض مزيج براند 33 سنتاً لينهي الشهر الحالي بخسائر تبلغ حوالي 12% وإلى الصين كشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي ارتفاع العجز التجاري في الخدمات إلى 22 ملياراً وذلك بسبب فجوة في الإنفاق بين السياح الصينيين والسياح الأجانب وفي بيان لها قالت الإدارة إن تجارة الخدمات في البلاد سجلت عجزاً تجاوز 135 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أنه سيتولى منصب وزير النفط في مجلس وزرائه الجديد بدلاً من أن يأتمنى أحداً آخراً على المصدر الرئيسي للإيرادات في أكبر اقتصاد في إفريقيا حسب ما ذكرته ريترز كما وأوضح بخاري الذي كان وزيراً للنفط ورئيساً لصندوق الاستثمار البترولي في مامضا أنه يريد إصلاح القطاع النفطي الذي يدر على الحكومة النيجيرية حوالي 70% من إيراداتها خطم نشر الاقتصادي أشكركم على حسن المتابعة وأعود إليك ميرا شكراً لك تهاما